اشتركوا في القناة 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 البس اللي قاعدين لبسوه هذا مش يتزمت مني أو عدم الانفتاح يبقى دائما احترام وتكون اعمال في المستوى ما يحز في نفسي بعد المرات عندما اسمع انه ما زالت هناك تصوير وما زال العمل في طور الكتابة كيف سنبدع هذا مشكل كنت اطرح في الاعلام المغربي عندنا كنت شوفه وجوه ماشي مؤلفين ماشي ادباء ماشي مفكيرين كالقوم في خالية في الجينيريكا القوم خالية دي الكتابة وشهد ضعف دي المنتجين انهم كيختاروا منها بواده او لا ضعف دي المؤلفين او لا دي سيناريست معدناش في المستوى لان حتى الاعمال يكتز مدة هذه خمس سنين غدوك ترجع الوراء حكم هالتعليق كيكتبوا الاعلام المغربي كيشهد به الجمهور المغربي في الشارع واجه كيشهد بان المستوى دي الاعمال الرمضانية غدوك تنقص وش ضعف الانتاج او ضعف خلية دي الكتابة في رأيك بحكم المسير اولا بحكم انني فنانك يكون صعيب علي ينتقد لانه غد يقوله غير حيث مشاركتش في ذاك العمال غادي ننتقده دائما انا انادي بما نسميه مايكروفون ديال الطرطوار الناس يعني الناس العاديين الشارع يتلقى معاشي واحد اي واحد وقله كده وقله كده غدي اعتكر رأي دياله بتلقائية حاجة واحدة اخرى اللي يرحم عليها خطنا المصريين ولا تقوله بواب من غير بواب يعني اي واحد بغيد يدخل لشي ماجهة لا رأي من واش تأليف سهل تأليف رأي عنده الناس ديالو اللي يقرأوه اللي تعلموه اللي كي يعرفو كيفاش يمشيو في الحوار كيفاش التمثيل كذلك الإخراج كذلك الإعلام الإعلام رأي ماشي قدي تهز ميكروفون ولا تهز قلام وتقول رك رك الصحفي مازال مازال واحد لا اعترف انه في البداية وانه كيتعلم ودائما يحترم للي قبله مسموح ماشي مشكيل اما باش تقول من بعدي الطوفان انا الان اللي كايين ولا هاداك الشي رأي قديم يا اخي احنا في العرف التوعوي يعني في العالم كامل كل ما تقدم لإنسان في السن الليو تزيد معرفة وتيختر وتتعطاه واحد القيمة احنا عدنا العكس يعني تن كلاسيوشو يا الناس ديالنا اللي يعطوه الكتير في واحد الوقت ولي لفهم النيسيان لا سيدي نجيبو وديك الفنان وديك الفنانة واخد قليس غير فوق كرسي غير نشوفوها يتذكروا معا واحد الجيل أو يعرفها ويعترف به ولا بها الجيل الجديد يعترف باللي را كين اعلامي قديم عمله وعمل وعمل ورا كين مؤلف مسرحي اعطاه وعطاه را كين ممتيل وممتلة ملحين وكذلك يعني ماشي ماشي كان دوزو الممحات وأنا أشدو وعلى أيدي الناس اللي كي يشغلوا الرواد أنا بقين للناس اللي أعطاهم صحيحتهم اللي تعلمنا منهم الكثير ولفهم النسيان كانوا كيمتلوا بالقلب ومنشحال هذي اللي ما كانش هاد المداخيل ديال دابا كانوا كيشدوا الفوتات أعترفوا بها وأقولها كانوا دابا مني ولت شوية الحركة ضايرة وفرحنا لها ولت شوية الانتاجات عادوا لنا حتى نرجعوا بالوراء عادوا لنا كان نعيطوا لك ونقول لك جيم كلم معنا بهذه ولا أصبر معنا رعينا بنسمعوا فهذا الكلم اللهم انقلس واحد يقلس في دارو ولا سمحتيلي أنا على هذا الأساس درت واحد القناة اللي مع أمال نساء وأسرار اللي زدت لي واحد الفرحة ما بعدها فرحة لأنني لقاء مباشر مع الجمهور وكان حكي على حكايات نسائية واقعية ولقيت واحد تجاوب كبير متنفس متنفس يضيفوا إلي الشيء الكثير وغيب المداخلات ديالناس والمتابعة وهنا بدنا نشكر بزاف الشباب اللي تعاون معايا واللي هضر معايا واللي قالوا اللي خسكي هكا وخسكي هكا يعني عفتنا باتش ديالالالكترونيات والحمد لله والزوين هذا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أول مشاركة للتلفزيونيا كانت مع الحاج حمد حمد عمور في ديك ساعة كنا كنا نقوله التمثيلية ما كانش الفيلم كانت التمثيلية المتلفازة سير بنية اللي بالضبط في الف وتسعمية وتمانين كانت البدايات ديالي وأنا بقي كان قرأة في تانوية مع مرين ما غنساها بطبيعة الحال وكانت معها مشاركات كثيرة مسألة وفاء أولا مسألة وفاء للشخص وخما تكونش عندك مع علاقة وكينا عدة طرق للعزاء بعد المرات كتكون الصعيب عليك أنك تكون حاضرة زائد ضروف الجائحة يعني كيمكناش ننتق لورا كي كتعرفي كيفاش دير الظروف ومسألة التبعود بسنا نأخذ هذا الشيء بع الاعتبار ولكن هذا كنقدمو العزاء واحد نوع من الاعتراف في استجوابات ديالنا ولا في أمتي كومنتاق في فلاباش ديالنا ولا في نتكلمو على هذا السيد ومن ساوش مع الأسف الجائحة شفنا فنانين من العيار التاقيل اللي فقدناهم واللي مشاوا واللي بكينا عليهم القلب وكيفاش غيرت تعاوضوا كيف كنت لك كان نعطاول كثير في واحد الوقت اللي كانت الفن مشي كان الهدف دياله هو الربح المادي كان هو الإبداع أخاف الآن أن أقول أننا أصبحنا نبتعد عن الإبداع بحكم أننا تنجري وراء لقمة العيش أخافوا من هذه الكلمة وأخافوا أن نزعموا كي الناس اللي مساكن تواجدوا في هذا الظروف خصوات شي يتخذ بعين الاعتبار رحمهم الله الفنان كده الكثير غاني مرا كبرنا معاه وشفناه في عدة أعمال في البدايات وفي دياله وحنا بقين الصغار ومجموعة ديال الفنانيين كبرنا معاهم عليهم جميعا كل الرحمات والله يغفر لهم تالية المغربية تاش الفقرسنا أشكرهم كثيرا عفتوا ولاش أنا مني كان كنوا في الخارج كان ديروا واحد العروض مسرحية تهافت ديالهم والحضور ديالهم القوي وكل كيتكبدوا العناء كي يجيوا من مدينة لمدينة باش يحضروا العرض أنا كنقول لك علاش كيفاش الحب اللي باش كيلقاونا وتحنا كنحبهم بزف العالم كله وكتعجبني واحد الكلمة جميلة أنها الفنان ديالنا مثلا عنفتح واحد قوس في مهرجان مراكوش الدولي كيجيوا نجوم عنقوله عالميين معروفين بزف ومنين كيدوز الفنان المغربي في السجل الأحمر كتسمع الفنان ديالنا ما عنداش تمان هادا هادا الكلمة كنشكركم بزف على المتابعة ديالكم كنشكركم بزف على الاهتمام كنشكركم بزف على الحب ديالكم وعلى أنكم كيفاش كتبعوا تشوفوا الفنان المغربي وعلى هاد الشي كنا عاود نقول حسنا نكون في مستوى هاد الحب في مستوى هاد يكون الاحترام متبادل وأننا نكونوا دائما يعني في تكشير اللي كتبعوا تشوفونا فيه وبالمناسبة عيدكم سعيد وكل عام تشوفوا في مستوى هاد الحب تشوفوا في مستوى هاد الحب يتوحوا في مستوى هاد الحب